اشتركوا في القناة 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 قد يسهل الأمي لقد قادمت بأسفل لقد قاموا بجسد من المحامي والمحامي قالوا يودي أميك مع الأمي وأنه يدوز أنا أنت مع السيد السيد اليوم سوف يدوز عند السيد قاضي التحقيق ماذا يوقع اليوم؟ اليوم سأعطيه المحامد كانت أخبرت باب الكبير كانت أخبرت المحامد كانت أخبرت المحامد كانت أخبرت المركات فقالة باب الكبير أخبرت المحامد فقلت أنه سيجرب أيها الرجال كان الأخير بالكبير من المحامدة كانت أخبرت المحامد التي تكون بحامة ترى الرجال حول الوحامد والأخير لا يمكن أن يكون فعل مدية لي قوة ديال أخوه واخوه يا الله مؤخر اللي يأبسها أخوه اللي مدية لي أصفتين اللي الحبس و لله أعلم المهم انكتع عرفتها والهرب غير عيني من الزيتها ما نرى وماذا يعودوا لك في الناس من اللي شاهدوا من الهرب؟ لماذا قاتلك بالضبط؟ قاتل لهم المحبوس هرب قاتلهم يا ودد واجريواوا اغرياء المحبوس هرب فأنا أخبركم المحكامة قالوا ليه هما ممكنش هذا السيكيريتيجا يمكنش الساعة قالوا ليه ممكنش يهرب صافي ذك الساعة من اللي عاقته الشهود مصابوش ما أنا كنت سقولهم كنت قلوا ليهرب أنا كنت مرمد وكنت غوط وكنت جدب حيث ما تقبلتها شي يهرب والحد الآن أنا ما مقبلها شي يهرب دم أنت كالدولية على السيكيريتي دوك الأمل الخاص أنت دخلتي الداخل في البسط البوليس السيد جاء من الحبس يعني الحراس دي السجن سلموه للبوليس دي المحكامة هم سلمين و دي العين الحراس دي العين يعني سلموه للتقديم البوليس دي المحكامة ها الله رحم لك الوالدين كيفاش تهرب البوليس؟ أنا بغيت نشوف كيفاش تهرب ليهم؟ أنا لكان عرف المحبوس من الرجلي قاتل وضرب عشرة سنين في اللقل ما فيش تقيقة عارف الحبس من غير يخرج وعارف الحبس من غير يدخل وعارف الأمور كل هذا في نفسه من غير يخرج ومن غير ينقذ ممكن جدار شي واحد يمسكين عداء أعادي شي اللي قالت لي أنا معك فيه أنا عاودي ليها للشهود من المنس التي كانوا تمها قبل تصوير قلت لي المرهة التي شاهدت ونقذت وغير صندالة فيه عاديني أي شي اللي شاهدوا الناس لا لما رأيت صندالة هنا وصندالة هنا ونقذ المرهة التي حدثت بعينه وعاء أموك ومع أخوه نفس القاعدة التي كانت بارك فيها أمو وخوه باركي وقال نقز من حواقق الهدجية من ذلك الشباك الذي يدارين الوقت ما قالوا هرب هرب وليس مبرات على الأرض من المشار الراجل مع رجال دارك الله يذكرهم بالخير والله يزازين بالخير من المشارفة باركة عندهم وخوه لماذا هربوا؟ والدهم ربقية مديش ما شاهدوا؟ ما شاهدوا الذي يداره؟ والدهم ينام عاقتين عليه والدهم ربقى هربوا خارج من وقعت هذا الواقع ما شاهدت؟ مشيت عن البوليس تمالي في المحكامة؟ مشيت عن سيد وكي المالك؟ أنا عرفته وقالي خرج عرفته نفسي كان شخص يخافي عليه لا تخافي عليك لا تخافي عليك حاجتك لا تخافي عليك أنا عرفته وقلت لي ومطارت ولا نزلت وقالي خارج وقالي هرب كان تردح وقوقت 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 واحد البوليسي طلعني عاد الواكيل لفوق قلت له ودينا بربيه في راسك أنا والدي مقتول والمسجون هرب ما يمكنش يهرب منهم قالي احنا كل شيء ديري الخدمة دياننا أنا ناخد لك حقك وانا دا ببغايت حقي في ولدي لو سيد ووكي المالك ووكي المالك يعني يعني هو أكد لك هذا أكد لي والله ينعرف الشيطان وعليش دخلوني عدو أنا عارفة ووكي المالك في كين أنا أنا طلعوني ومعرفش منه بطل قسم الله ما عرفش رام شافوني قلت لي مودوري وني غير البئاب أنا طلعوني قالي يودي غادي طلعي عد الواكيل اللي غادي دوز عدو وفعلا الشهود اللي غادي اللي مشوا ويشهدوا رمساك ندازه وقالوا قوالهم ولكن من عادي تصابه في المشاق سلطاته ولرد في المشاق لا نعرف أنا محكامك لا نعرف محكامة كل شيء بالسوارت النفرة ولا الضارة اليوم سورت عليها محكامة اللي قاتلين يدخلوا بلا دون قانون بلا هادش بلا مينوت بلا تكتاف بلا والوق ما يمكنش غادي يخرج الله يزازيكم بالخير رمشي واحد قاتل وضرب عشرة السنين يعني ذكره ما عارف عارف شنو البروغرام دياله ودير راسه عارف شنو كيدير وعارف الخطة اللي ديرها بين ما غاديرب كيفاش غايدير ولكني عبغيت نعرف علسي يجبوه عبغيت نعرف واحد سلمو الاخر ودير بالك رمعطاكم السيدنا اللي ينصروا اللي يجعلوا تاج فوقروسنا رمعطاهم الويسام ومعطاهم الكسوة ومعطاهم الطربوش ومعطاهم الكلمة حتى الدولي يمين ديالهم ودوا الواجب ديالهم خاص الذي أديهم معنا حنا للي حنا للي مساكن حنا رك مضيعوا أنا رضعت في ولدي أنا رضعوا في كبتي رمشي أنا اللي كان هذر رل القلب ديالي اللي كان يهذر رل الكبدة ديالي اللي كانت هذر لون جدور مي في بلاستي عدووليد لون واكي أي في المخزن أي واحد في المخزن يجب أن يحس بك يجب أن يحس بك تشده في أقرب وقت أنا لم تشدش أنا لا أعديش في غدين أنا أبقى صغير بعدها أنا أبقى صغير لما يعدي البيبين سيدا وإخي يكونوا يعدي البيبين لما أعدي البيبين وإختي مالك الله يرجع لك يا عربي وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى يفرجع لك ياربي مشاهدين الكرام كما تبعتم معنا قصة القمة في الغرابة الابن دياله قدل حوالي شهرين الأبحاث ديال الدارك الملكي قاموا بالواجب وصل لمرحالة ديال التقاضي وفي إيطال 60 طق تفصيل عند قاضي التحقيق رجال ديال حراس ديال السجن داروا خدمتهم ولكن أين هو الخلل في المحكامة هذا والإشكال مشاهدين الكرام المتهم غرب من المحكامة وله سابقة في الموضوع كما صرحات قالوا لها بعض الناس أنه ملي كان في السجن نضرب يدو تقدر تكون هذه طريقة أو حيلة أخرى الدول المستشفى أو كان غير يحاول والآن هو كين في الشارع مشاهدنا الكرام النداء رجل المؤسسات المختصة تضاف الجهود من أجل الوصول لهذا الشخص حتى لا يتفاقم هذا الملف لأمور أخرى ممكن لا نعلم ما هي نية هذا الطرف في الموضوع مشاهدنا الكرام الأم بين نارين تخافوا من هذا السيد اللي قتلها الإبن ديالها والعائلة الله سبحانه وتعالى اللي يعن بهم ويبقى السؤال المطروح اللي ما كان نولفوش ما تنشوفوش دائما وما كان نسمعوش بزاف هو الهروب من المحكامة وهذا مشي الشخص اللي هو غادي في حال صراح هذا جي من السجن متابع في الجناية في ملف تقيل ديال القتل مشاهدنا الكرام غادي نشوفوا حيتيات القضية كذلك مع الأخت ديال المرحوم اللي نفهموه مع هالموضوع أكتر تبعوا معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة